استعرض وزير الخارجية سامح شكري الرئيس المعين للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ كوب 27 جهود مصر في مواجهة تغير المناخ واستعداداتها لاستضافة المؤتمر في نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ جاء ذلك خلال كلمة مسجلة ألقاها وزير الخارجية خلال اجتماع الوزراء المعنيين بتغير المناخ لدول مجموعة العشرين المنعقد في اندونيسيا